مساء الخير عليكم أصدقائي في خبر عاجل وخطير جدا حصل خلل عالمي مجهول بنظام تكنولوجيا المعلومات وأدى هذا الخلل إلى حصول مشاكل عالمية واضطرابات في كل دول العالم تقريبا تقريبا الاضطرابات والانقطاع اللي دول كثيرة صارت بوفلاين أو شركات كثيرة ضررت بنفس طريقة أفلام هوليوود استيقظت جميع من النوم صباح هذا اليوم ليجدوا أن أغلب دول العالم شركات كبيرة بيها مو يعني انقطع عندك انترنت ولكن شركات كبيرة بيها سلاسل سوبر ماركت كبيرة شركات طيران مراكز شرطة مشافي انقطع عليها الانترنت أو أصبحت أوفلاين تأثرت شركات الطيران بنوك مؤسسات إعلامية مراكز تسوقية بأماكن عديدة مثلا استراليا نيوزلندا أمريكا دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا حتى الآن حتى وقت عدادي للفيديو السبب مجهول ويتم دراسته لمحاولة معالجته ولكن بأغلب الحالات ما يقولوا لك أنه حصل اختراق عالمي أو حصل خرق من جهة أجنبية معينة هكرت سيرفرات معينة أو يعني ضربت شركة آيتي معينة يقولوا لك خلال فني يجري معالجة الآن ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد شرح لما حصل هذا اليوم بألمانيا كل المطارات تقريبا تأثرت الطائرات جلست على الأرض لا أقلاع ولا هبوط بمطارات عديدة وكثير من شركات الخطوط الجوية قالوا أن أنظمة الحجز عندنا تعطلت فبالتالي ما نستطيع أن نعطي بطاقة طيران لأي أحد لأي أحد حتى لو كان حاجز أونلاين لا يجدون اسمه بالسيرفر الأمور وصلت لأبعد من ذلك تعرفون بألمانيا كل شيء رقمي مشافي بألمانيا أعلنت أنه بسبب الخلل الذي حصل هذا اليوم هو خلل متعلق بسيرفرات الإنترنت من أمريكا مكان الخلل فقامت مشافي عديدة بإلغاء عمليات جراحية مخطط لها مثلا مشافي بكيل ومشافي بلوبك هذا هو ما أعلن عنه حتى الآن بعض سلاسل السوبر ماركت المشهورة بألمانيا أيضا أفادوا عن تأثرهم بهذا الخلل بعضهم توقف عند الدفع بالبطاقات المصرفية يعني فقط الكاش دائما الكاش يفوز والبعض الآخر أغلق أبوابه لحين مراجعة الخلل الكبير جدا القناة الألمانية الأولى تقول أنه ببعض الدول صرفات آلية صارت أوفلاين مثل يعني أستراليا وأيضا بأستراليا حتى وسائل إعلام مواقعها الأونلاين كلها تعطلت بجنوب أفريقيا الدفع فقط بالكاش صار متاح حتى الآن في أقرب تحقيق بخصوص أصل المشكلة يعني يقال أنه بشركة تابعة للأمن السيبراني تعمل مع مايكروسوفت أو تابعة لمايكروسوفت أو هي نفسها مع مايكروسوفت اسم الشركة كروت سترايك أو كروت سترايك مقرها بولاية تكساس الأمريكية يقولون الخلل من هناك كيف صار الخلل؟ هل هو من يعني هجوم من خارج تكساس على مقر هذه الشركة بداخل تكساس أم خلل فني؟ فيروس غير معلوم حتى الآن يعني هذا كان كل ما توفر بهذا الخصوص ويعني حكومات عديدة مثل حكومة أستراليا أعلنت عقد اجتماع طارق بسبب هذه المشكلة نتحول الآن للموضوع التالي يعني وضع صعب جدا على الدول الأوروبية تحديدا الدول الاقتصادية المهمة بأوروبا سواء ألمانيا فرنسا إيطاليا وحتى دولة بريطانيا قبل أن نخذ بالتفاصيل اشترك بالقناة الآن حتى لايفو تكشي وتصلك فيديوهاتي أولا بأول دراسة جديدة أفادت بأن تكلفة نقل الحاويات من آسيا إلى أوروبا ارتفعت بمقدار أربعة أضعاف عن ما كانت عليها قبل سنة من الآن يعني شهر سبعة الآن أغلب أربع مرات من شهر سبعة والسبب وراء ذلك هو ارتفاع الأسعار يعني بسبب الحصار المفروض على الباحر الأحمر وقناة السويس بسبب هجمات الحوثين هذا وما تقوله وسائل الإعلام وقد تأثر بشكل خاص استيراد أوروبا من آسيا ولم تتأثر مثلا صادرات أمريكا من الدول الآسيوية ودراسة جديدة من شركة التأمين الصحي أو التأمين التجاري العالمي اللي هي الاليانز تريد مقرها بهامبورغ تقول إلى أنه لا يوجد نهاية لهذا الارتفاع بأسعار الشحن أسعار الشحن مهمة جدا يعني كل شيء تقريبا لدينا بالدول الأوروبية كل شيء استهلاكي كل شيء إلكتروني سواء جوال، كمبيوتر، تلفزيون، غسالة كل شيء هو من الدول الآسيوية وحتى الشركات الأوروبية فاتحة معامل بالدول الآسيوية وتستورد من هناك إلى الدول الأوروبية وأليانز تريد في تقريرها قالت أنه أسعار الشحن لأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024 بدت تنخفض ولكن من مايو أيار بدأت ترتفع لأعلى مستوى وبلغ متوسط سعر شحن الحاوية اللي حجمها أو طولها 40 قدم حوالي 6 ألاف دولار بزيادة مقدارها 121% عن بداية هذا العام وأكثر من 300% بنفس الفترة من العام السابق يعني من كان يشتري حاوية من الصين إلى الدول الأوروبية كان يدفع مثلاً ألفين يورو على الشحن أو أقل من ذلك أو ألف دولار أو ألف يعني ألف يورو الآن ستة آلاف دولار وخبيرة بشركة أليانز تريد اللي اسمها ماري لاتوغي اللي هي خبيرة صناعية بأليانز تريد تقول أن الصراع بالشرق الأوسط وهجمات الحوثيين بالبحر هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الشحن والسفن اللي كانت تأتي من آسيا إلى الدول الأوروبية بالعادة تمر بالبحر الأحمر باب المندب بعدها قناة السويس بعدها تأتي إلى الدول الأوروبية أما الآن الأمور تغيرت بسبب ضرب الحوثيين لسفن الشحن أصبحت تسلك مسار آخر فإن سابقا كان طريقها سلس الآن تأتي من الدول الأسيوية إلى ميناء الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا وتلتف حول العالم لكي تصل إلى الدول الأوروبية هذا الشيء يؤثر على وقت الشحن يؤثر على تكلفة الشحن على مواعيد التسليم فبالتالي ترتفع علينا أسعار كل السلع المستوردة من الدول الأسيوية المشكلة الأصدقائية أنه أكثر من 90% من الأجهزة الكهربائية والسلع الاستهلاكية مصدرها الصين والدول الأسيوية هذا يعني أزمة كبيرة جدا بالدول الأوروبية وحتى حادث جديد قبل يومين من الآن سفينة شحن حاويات عملاقة تعرضت لهجوم حوالي 80 ميل بحر مقابل مدينة عدن أصيبت بها قذائف صاروخية ما ذكرون أنه مصدر السفينة أول وجهتها ولكنها سفينة حاويات عملاقة الأمر الملفت للنظر هذه المشكلة ما لها حل والصحافة الأوروبية والحكومات بدول العالم الغربي تحمل فقط الحوثيين وحدهم السبب ولا تحمل مثلا إسرائيل استمرار حربها على غزة كنا نعرف الحوثيين عندهم شرط واحد لإيقاف استهداف السفن وهو إيقاف القصف الإسرائيلي على غزة وإنهاء وفك الحصار على المدنيين فأنت لما توقف الحرب رح تنحل هذه الأزمة اللي ما لها غير هذا هو الحل الوحيد موضوعنا التالي أصدقائي هذا اليوم هناك تركيز إعلامي كبير جدا على جريمة ارتكبها لاجئ بألمانيا والجريمة هي قيام اللاجئ اللي عمره أربعين سنة بطعن زوجته اللي هو تطلق منها وطعن ابنته أيضا الزوجة عمرها أربعة وثلاثين سنة والأم أو الابنة عمرها خمسة عشر سنة مكان حصول الجريمة هو بولاية بافاريا بلاندكرايس هيتسنبغوك الشرطة قالت أن المرأتين أي الأم والفتاة تم نقلهم للمشفى بطائرة مروحية كي ينقلون بسرعة وتم إجراء العلاج اللازم وإجراء عمليات عاجلة لهم وحياتهم الآن يعني ليست بخطر ولكنهم مصابين إصابات ثقيلة بسبب الطعنات حيبقون يعانون منها مدى الحياة اللاجئ أتى لألمانيا بسنة 2015 طبعا تم اعتقاله بعد حادث الطعن هو من دولة من الشرق الأوسط يحكمها نفس الرئيس من حوالي أكثر من عشرين سنة قام بفعلته وطعن زوجته وابنته قرب مكان لوقوف السيارات بحديقة عامة الآن الشرطة تحقق لمعرفة سبب الجريمة ودافع الطعن لا يوجد معلومات كافية لا من الضحايا لأنهم بحالة صحية ما تسمح لهم بالكلام ولكن ما نشرته صحيفة بلد هو أن الرجل وزوجته منفصلين من مدة طويلة يعني منفصلين أو مطلقين والآن حصلت هذه الحادثة ووفق تقديرات الشرطة الألمانية فإن ألمانيا بعد عام 2015 ازدادت بها عدد الجرائم اللي تسمى جرائم العنف المنزلية أو العائلية اللي بها سيناريهات مشابهة لسيناريو هذه الجريمة فبسنة 2022 وحدها 150 ألف جريمة عنف منزلي أغلبها يعني قليل منها تكون جرائم قتل أو يعني شروع بالقتل ولكن أغلبها جرائم عنف جسدي يعني ضرب أو عنف إيذاء أو عنف جنسي أو عنف نفسي وبكل سنة تقريبا 400 حالة وفاة نتيجة العنف المنزلي بسيناريو يشبه السيناريو اللي حصل يعني ببداية هذا التقرير طبعا دائما هناك تركيز على أي شيء سيء يفعل أجنبي أغلب الصحف بألمانيا هذا اليوم كاتبة جنسية الفاعل بعنوان الخبر بالصفحة الرئيسية بكل الصحف يعني هذه إشارة واضحة لكل من يزور الصحف الألمانية أو يطلع على الإعلام الألماني سيجد أنه أجنبي من كذا دولة قام بفعلته هذا الموضوع وصلنا للنهاية إن شاء الله تكونوا استفادية وتحياتي لكم مع السلامة